تنفيذا لتوجهات رئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء السودانيين وصلت إلى ميناء بور سودان بدولة السودان سفينة الإمداد أبو سمب الاثنين التابعة للقوات البحرية المصرية محمل عليها أكثر من 200 طن من المساعدات الإغاثية من مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية وأدوية مقدمة من القوات المسلحة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وجمعية الهلال الأحمر وذلك لدفعها إلى المناطق الأكثر احتياجا بدولة السودان الشقيق والذي تعاني الولاية الشمالية فيه من أدرار السيول يأتي ذلك انتلاقا من الدور المصري الفاعل تجاه الأشقاء وتقديم الدعم والتضامن لهم في مختلف المحن والأزمات